ولد نمر سومطري وهو نوع مهدد بخطر الاندثار الشديد في حديقة حيوانات في بولندا ورأت أنثى النمر هذه النور خلال فترة الحجر الصحي في شهر أيار الماضي في حديقة الحيوانات في فروتسواف التي تقع جنوب غرب بولندا لكن لم يكشف عن ولادتها إلا الآن وتنتمي والدتها نوري البالغة سبع سنوات ووالدها تنجا البالغ 11 سنة إلى برنامج عالمي يهدف إلى إنقاذ هذا الجنس وقال مدير الحديقة أنهم كانوا قلقين لأن نوري تالد للمرة الأولى لكن تبين أنها أم خبيرة ودعت حديقة الحيوانات رواد الانترنت إلى المساعدة في إيجاد اسم لصغير النمر هذا وأوضح مدير الحديقة بأنهم يسعدون أن يجدوا اسماً آسيوياً يعكس أصل هذا النوع فنمور سومترا تعيش عادة بحدود 30 سنة وتلد الإناث منها حوالي عشرة صغار خلال حياتها ويعود أصل هذه الحيوانات إلى جزيرة سومترا الأندونيسية وهي مصنفة لدى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة على أنها تواجه خطراً حرجاً بالاندثار مع أقل من 400 حيوان من هذا النوع في البرية وأقل من 300 في حدائق الحيوانات حول العالم